السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الجمهور عيني داخل الوطن خارج الوطن وتبارك الله عليكم ورحنا نشطين والحكاية رحنا زايدين فيها راني ما نسمحش بها لاش الناس رح نتبعينها ما نقدرش نخالفوا إليها قال لي هرأي لذيك اليقوتة هزها ذيك اليقوتة ورح جاي غادي لما رح جاي غادي يا الحباب اللي حتى يخلط للسلطان من اللي يخلط للسلطان شافوه العساء قالوا له يا سيدي واسمه بغيت قال لهم ودي راني جايب واحد الهدية للسلطان هدية و مرحبا شاوروا عليه قالوا له يا سيدي واحد خينة رح جايب لك واحد الهدية قال لي هم دخله جابوا هم دخله السلام عليكم قالوا سيدي عليك السلام والرحمة والبركة سمه بغيت ماذا تريد ماذا تريد قالوا سيدي راني جايب لك واحد الهدية هدية و مرحبا جباد له هذيك اليقوتة أعطاها له ذاك السلطان فرح اوه وهو قالوا أولدي بغي نسولك قال له واه قال له مشي جيت عندي واحد التاريخ هذي واحد العامين والله ثلاثة قال لها سيدي واه جيت عندك وهذا يقول أولدي من رك تجيبه من رك تجيبه يا سيدي قالوا وانا جابوا سيدي رب العالمين وصافي شرت واحد الحوتات وكل الحوتات قلت فيها يا قوتة اللو لرى نجبتها لك كلين ذاك المال ديالها والثانية هي ثانية نجبتها لك ذاك المال يقدر فيه قال لولدي اسمح لي تخدم شي خدمة قالوا سيدي أنا ما خدم موالو كنت نطه الله في ابا حتى سجت بي على خاطري خلالي دعوة الخير رها تخدم عليا سمع المرضي سمع ذاك المال يقدر فيه قال له اسمع أولدي وه غادي تمشي معايا للدار اليوم غادي تمشي معايا للدار اليوم غادي تتغدى معايا مشي معاك للدار ايه وخا سيدي مرحبا هذك السلطان عنده واحد البنت كمال وجمال وسبحان ربي هو عنده غيرك البنت في رأس ماله دخلوا للدار البنت راح تسخر الولد حشم لاش الحياة من الايمان الإنسان اللي كان فيه الحياة صافرة كل شيء من الايمان خالق قال له أولي دي شوف قدامك أو دي قال له ما عندي ما يشوفه سيدي قال له اسمع ايه هذا البنت هذي ايه انتهدت لي اليقوتا ايه وانا غادي نعطيك هذه البنت وانا تسكون معايا هنا في القصر وما خصكتا خير اعجبتني انت مرضي الوالدين وبين على وجهك الخير الله يا سيدي اكلام دي لك اللي قلت ورح على سواب ايوه ولكنا نرى نمزوجة سيدي عندي المرأة عندك المرأة عندك شمعها ولدات يا سيدي ما شابش الله ما شابش الله قال له اسمع ووه سوف تنشيك و سوف تجيب المرأة يا لك و سوف تسكنه معايا هنا وهذه المرأة وهذه المرأة وقال له يا سيدي انا بعدها نشاور نمشي نشاورها ونشوف قال له اسمع نشاورها وربما تقال نحن نشاورها أو ما تقول انا نشاورها ونحن نشاورها وانا نشاورها وانا نحن نشاورها وانا نقل على صنعها ونعطيها لك وانا نظلم عنك كيفاش نوضيد قاعد يالله نمشي ونستكنو معاه في القصر استكنو معاه في القصر ايه واش هبلت ولا ما عندك عقل علاش قاعد نستكنو مع السلطان في القصر عندك شي عقل اقال لي ها استمعي رأى عنده واحد البنت ورأى عطاهالي وغادي نستكنو معاه في القصر وانتي يكوني واشتربي وتبرعي مع راساتك ورب العالمين دعوة ابوه هذه هي في اللي حقتني ما نخدم ما نردم ما نضرب تمالا قالت لوتار شانك حتى نمشي ناية معك للسلطان ونقرسونه على بنت السلطان هذه اللي ما تكونش نوضت الزقاء كنت تعرف قال لك بنت العاصل لا جمعت تربع ولا سخرت تصنع ولا هضرت ما تسمع أبو تمرق الوذن لتسمع كلمة هي فاضحة الدوار جميع من الجميع من الجميع قالت ليعهم السيد سنزوج عليها وحسن ضربوا فيه جميع لا يشحوا و ما عليك المرة يبه معك ثلث سنين و الالله اربعة وكان ما عنك شيء و الخير فاضح عليك واذا ركوا بغايت تزوج قال لهم اسمعوا أنا جاب لي ربي ودعوة الوالدين غادي ندب نتلق السلطان وعطاه هالي وقال لي لو كان ما تدهاش نقطع لك رأسك وقلت لها سيدراني مزوج وقلت لي هاي الله تمشي معايا نعيشوا في القسارتنا ما بغاش نعظه القبيلة قالوا نحن بنتنا اللي ما تمشيش كيف أريد تمشي لك منا قرصونا وهي هدا وتمارة أشغالين نفرقوه كانت شيئا نفرقوها قالت له ما نفرق معك حتى حاجة حاجة اللي غادي تديرها ايه خلي لغي هذا الحمار الزرق علوشنسي ونحطب ونصوق ما بغيت تدبنت السلطان اللي هنيك ما بغيتش تمشي قالت له ما نمشيش خلي لي غيز زيلان تعيومه شثوقك هااا اسمع الاخبار احبيبي اراه غادي يجي اسمع فيها وجمع لي وهالك اسمع لما يخلط عن السلطان واش غادي يدير اسمع مازال دعوة تباه فين غادي يتوصلوا والحكاية راحنا زايدين فيها القدام وتحياتي للناس داخل الوطان خارج الوطان واحد الكلمات بغيتنا نقولهم لكم على هادك اللي كيسير ويبقى يطح ما بين الحيطان يعني قفتنا في ذاك المرحلة ولكن الله تعالى من يبغي يعفو على عبده باب التوبة كينة مفتوحة اشتقى الوحد الشاعر رحمه الله قال لي هكثرت من الشراب واش بدلي عقلي هذا قال على روح ومشي قال على الناس شاعر صديق دياليل بوراجدي حماد رحمه الله اش قال قال لي هكثرت من الشراب واش بدلي عقلي ومشيت ندوخ حالي في خطار وشفت للبعد وشهالة عيني والنملة تبلي قد العيهار ملحيط الحيط نمشي ونولي ويا تشطاني واش يوصلني للدار يا هذي الكاس مالك تغبني تدفعني توجور في محنات كبار حتى نحلف نقول منك بركاني يحلى لي ملقاك عند الكانطوار شوفوا مول البار اللي بدأ يرعاني وانا يا مسحور ما جاي بخبار هذي هدية الجامع الناس اللي يفكروا ويحيوا الطورات مع الشيخ علال الفنان ديالهم والحكاية رحنا زيدين فيها القدام وخانقولوا الحكاية كان أعطلكم عودك شوية لاقطات أضحك وضرب الدنيا بركلا والرزق الضمن وربيعته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن اشتركوا في القناة